ويرجح خبراء ومحللون في قضايا الإرهاب توجه تنظيم داعش لإنهاء القطيعة التعبوية التي فرضتها هزيمته في العراق مستغلاً عمليات في أكثر من دولة لإعادة التذكير بقدرته على المطاولة في إشارة إلى تفجيرات في الكونغو وأفغانستان وباكستان والعراق ويرى خبير مكافحة الإرهاب الدولي العقيد حتم صابر أن التنظيم الإرهابي يواصل إعادة توحيد الصفوفه بعمليات مختارة تتناسب وعدم قدرته في السيطرة على أراضٍ شاسعةٍ لذلك يلجأ لخيار الذئاب المنفردة للبقاء في دائرة الضوء السياسية المراقبون يشيرون أيضاً إلى انتهاج التنظيم استراتيجية الحرب الاستنزافية الطويلة عبر أذرعه في سوريا والعراق وهو ما يعطي زخماً لعملياته والتي يستفيد منها من غياب القيادة في تنظيم القاعدة لجذب المزيد من أنصاره وهو من أسرار تزايد زخم العمليات الاستباقية التي تنفذها القوات العراقية منذ أشعره